وصل إلى مطار واكشوت فتم منعه من السفر إنه الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الذي أبلغ من قبل شرطة المطار بأن تعليمات صدرت بعدم السماح له بمغادرة البلاد بل وتمت مصادرة جواز سفره الرئيس السابق خرج بعد الحادثة بتسجيل مصور من خارج أسوار المطار ليتهم ما وصفها بالشرطة السياسية بمنعه من السفر دون سند قانوني استمتعني أنا جاهل المطار كنت لأي سافر ومنعتني شرطة الدولة شرطة السياسية من السابق لأنهم عندهم أوامح وأنا ماني تحت رقابة قضائية الشرطة بررت منع ولد عبد العزيز من السفر بأن الأمر استجابة لحيثيات استدعاء قضائي موجه إليه حيث يتهم الرئيس السابق وأحد عشر من أركان حكمه بقضايا فساد قضية ليست الأولى التي سيحاكم بها ولد عبد العزيز بل سبق أن تم إيداعه السجن في يونيو عام 2001 بقضايا فساد أيضا من جهته يصر الرئيس السابق على أنه ضحية تصفية حسابات مع حكومة الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني فيما تقول السلطات إن المحاكمات والقرارات القضائية التي يواجهها ولد عبد العزيز جنائية ولا علاقة لها بالسياسة خاصة وأنه غادر العاصمة نواكشوت في سبتمبر الماضي متوجها إلى العاصمة الفرنسية باريس في رحلة علاجية ولم يتم إيقافه وقتها